السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ان شاء الله تكونوا في تمام الصحة والعافية اليوم رح نشارك معكم لكخاب سيكخي يعني لكخاب حلوين جو ما شاء الله يتخلطوا بالضرب اليدوي فقل والمكونات كلها موجودة في المطبخ اما الحش وحشتهم بنيوتلا المصنوعة منزليا ورفقتهم بسلصة مصنوعة منزليا كذلك معناتها ما رحشت الضرية بش تشري ولا شي ورايح تخدمهم بكل سهولة اذا عجبوكم ديروا لايك واشتركوا في القناة واذا كنتم اشتركين فعلوا الجرس عقدة بش يوصلكم كل جديد واذا حبيتوا تعرفوا كيفاش وجدتهم ما عليكم الا تتبعوا الفيديو حتى النهاية والان رح ندخلوا مباشرة في المقادير وطريقة التحذير عدنا كوب ونصف كوب قياس من الطاحين الابيض ولا الفارينة ربعها حبات من البيض وعندي زوج اكوب قياس من الحليب الفاتر وعندي كل كوب قياس في 240 مليلتر هذه الملعقة الكبيرة اللي هيرتبها زوج مغارف كبار من الزيت وزوج مغارف كبار من السكر حبيبات ولا السكر كخيستعليزي عندي قرصان ملح وعندي ملعقة صغيرة من الفانيلا وتقدروا تستبدلها بالفانيلا السائلة عندي هاذ نيوتيلا عندي درتها في القناة ورح نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف كذلك كل المقادير رح نخليها لكم بالغرامات واكوب القياس في صندوق الوصف كذلك وزينتهم بسلسة الشوكولة هذا السلسة كذلك ندرتها في القناة رح نخليكم كل الروابط اللي خدمت بهم في صندوق الوصف وهذه السلسة نخدمها بالعسل الابيض رحوا شوفوا الفيديو اذا حبيتوا تتحصلوا على سلسة كما هذه والكثير من انواع السلسات انا هنا درت كوب فيه 120 مليلتر من العسل الابيض درت له 50 غرام من الشوكولة السوداء وتحصلت على السلسة اللي رحكم تشوفوا فيها دوك رح نشوفوا طريقة التحذير هنا في غيسي بيون رح نفقص هذوك الحبات على البيض اللي هما ربع حبات دوك رح نضيفوا ملعقاتي السكر ورح نديروا مغرف صغيرة من الفانيلا رح نبدأوا في الخلط هنا رح نخلطوا فقط بالضرب اليدوي رح نخلطوا مليح مليح دوك رح نزيدوا قرصة ملح ورح نزيدوا ملعقتين كبيرتين من الزيت النباتية دوك عدنا هذا الحالي بيعني رح فاتر بدرجة حرارة الغرفة رح نضيفوه كذلك تدريجيا ونستمرو في الخلط دوك عدرنا جميع المكونات السائلة رح نجيبوه الطاحين الأبيض ولا الفارينة ورح نغربوه في هاد المرحلة لازم نخلطوه مليح مليح ونحاول ندخلوه كامل كمية الفارينة في السوائل هاكده باش ميخرجوه ناشهدوك اللي قريمو ولا الحبايبات وقوام المزيج رح يكون خفيف في البداية لكن لما يرتاح رح يتغير القوام نا كذلك شوفو هاد الفقاعات على الهواء لما يرتاحنا المزيج رح يختافوه تماما وراح نصفو المزيج هاكده باش نتخلصو من جاميع الحبايبات على الفارينة اللي متخلطوه الناشه كذلك هاد الوصفة تقدروا ديروها في كأس الخلاط ديرو كامل المكونات السائلة ونباعد فرغوهم في غي سيبيون وضيفو الطاحين التدريجي سوف نصفي الخليط الخليط التاعي رح نغطيه ونخليه ربوزي حوالي عشر دقائق فقط واذا ادرتو في الخلاط الكهربائي خله نصف ساعة يرتاح لانه رح يكون فيه الكثير من فقاعات الهواء انا استخدمت مقلات صغيرة القطوة التاحة حوالي 15 سنتيمتر هاكده باش يجون هادو الكهرب صغار ولما نحشيهم رح يجي الشكل تاحهم الجامع بواسطة فوطة مطبخ ولا البابيو مشواخ رح نحكمو شوية زبدة ندهن بها كامل المقلات رح نحطها على نار قليل جدا ونديرو المزيج ونحركوه كامل في اطراف المقلات حتى نتحصلوا على الشكل الدائري هاي ليك انا رح نقلبها هتتقلب لي بكل سهولة لان المقلات صغيرة جدا رح نديركم ليك خياب صالي في المقلات الكبيرة في وصفة قادمة ان شاء الله انا فقط حكمت هاد الادات اللي نخدمو بها كسرا فطير حطيتها من فوق هاكده باش تطيب لي يعني من جامع الجهات رح نواصلون نفس العماليه حكمتر ليك خب يعني شوفو ماهوش سائل بزاف وماهوش طقيل كذلك يعني رحني ندير فيها في المقلات بكل سهولة. فقط اخذوا نفس المقادير ورح تتحصلوا على الكراب يكونوا ما شاء الله. يعني يطبوا من الجهة السفلية نعودون قلبوهم حتى نتحصلوا على اللون الذهبي من الجهتي. انا راني استخدم مقلاتان. هكدا باش نكمل تمتن. انا راني استخدم مقلاتان هكدا باش نكمل تمتن. راح ندير نفس الشيء مع المقلات الاخرى. ها مليك لك خب اللي تحصلت عليهم. يعني شوفوا اللون تحتهم مش هل جا جميل. ما جاوش محروقين جاو محمرين من الاعلى والاسفل. كذلك لما جال حجم انت حمسة غير. يعني جاو شابين ما شاء الله. أحمر انا عندي انيوتيلا. انا درتها في هد القمع باش يسلي الحشو. هانا طلعت شوية لايك خمشانتينيا حنشبه بها من فوق. وهد السلسا كذلك درتها في كيس ولا جيب الحلواني. سوف نقوم بشكل شرائح من الموز سوف نقطع هذا الموز أو البانان انا قطعته بشكل مائل سيأتي الشكل جميل سيأتي كذلك سهل لما تحطيه في الكخاب يعني ما رحش تضطري بشدير دوائر كثيرة سيأتي زجلة ثلاثة ستعمري كامل لحبة لنقوم بشد States بواسطه نحن نستخدم الشرائح dieser يعني استخدام أحobah موجودين عند أي بائع حولويات ثمن تحم تحم يعني أن يكون رخيص جداً ندلهم القليل من يوتيلا من الطرفين هكذا بشي جي شكل دحم جميل دوكار حنسيو نديرو احدا بنيوتيلا ثقر راح نسيو نديرو شكل اخر انا اهنا قطعت بالسكين من المركز الى الطرف من جهة واحدة فقط درت نيوتيلا بالملعقة ودرت شرائح الموز وتحصلت على هذا الشكل يراكم توفوفي راح نقرب لكم الصورة ورح نديرو وحدة اخرى معا بعد ننصحكم باش تشوفوا الفيديو الخاص بالسلسات يعني هادي السلساتة شوكولا اللي رافقت بها هادو الكرات من الفوق يعني لما تشوفوا الفيديو راح نصنعو العسل الابيض وبهذاك العسل الابيض راح تاخد معادة غير منطقة نتحي من السلسات يعني كل ما راح تبدلو للقود تاع السلسة راح تتحصلوا على سلسة جديدة هاملي كنا درت يعني يا ربها حبات قدام بعضاهم وزينتهم بسلسة الشوكولا راح ندير غزاس نتعلك خامشان تيني من الفوق و باش نتحصل على اللون الجميل ندرت له موري قطعنا نا خضورة ودرت حبات تحلقو ما احمورا هكذا باش يجي الشكل الاولى الصحن جميل هادو الكراب في الخارج يعني ثمنتهم غالي جدا راكم شفتو بمقادير بسيطة جدا والطريقة سهلة كذلك يعني خلطو فقط بالضرب اليدوي ورح تتحصلوا على اجمل والذ كريب درتوه في المنزل اذا عجبتكم ما تنسونيش من اللايك ومشاركة الوصفة والقناة مع الاصدقاء وفي الاخير ما تقالي الا انقولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته